لا تهدأ مياه البحر الأحمر اضطرابا واستهدافا ومسيرات فجماعة الحوثيين أعلنت استهدافها بالصواريخ سفينتين أمريكية وبريطانية مجددا هيئة التجارة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري أعلنت التفاصيل وكشفت تعرض سفينة شحن لأضرار طففة نتيجة استهدافها بمسيرة قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية السفينة كانت تبحر على بعد 57 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة لتتلقى ما قيل إنه مقذوف أطلق على جانبها المقابل للميناء اليمني كما شهد الطائرة مسيرة على الجانب ذاته هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت إن المقذوف مر فوق سطح السفينة وتسبب بأضرار طفيفة لنوافذ قمرة القيادة دون وقوع إصابات بشرية وبحسب شركة أمبري فإن السفينة مملوكة لشركة بريطانية وكانت ترفع عالم باربيدوس أثناء إبحارها في البحر الأحمر كما اضطرت لإجراء بعض المناورات لتتمكن من مواصلة رحلتها معلومات رويترز أفادت بأن سفينة الشحن تدعى مورنينك تايد وأن الشركة البريطانية المالكة لها قالت إن السفينة تبحر خارج البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب اشتركوا في القناة